بداية أنبه أعزائي المتابعين إلى أمرين الأول هو أن حلقة اليوم هي تكملة للحلقة الماضية لذلك من الضروري بالنسبة للذين لم يشاهدوا الحلقة الماضية أن يعودوا إليها والحلقة هي هذه ورابطها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو الأمر الثاني هو أنني حين أتكلم عن الحدود بين الجزائر والمملكة المغربية كيف كانت هذا لا يعني أبدا أنني أدعو إلى العودة لتلك الحدود فالحدود بين البلدين مرسومة ومرسمة منذ معاهدة 15 يونيو 1972 إنما غرضي هو الكشف عن الحقيقة التي هي عكس ما يبدعيه أصحاب الخلائط الملونة وأصحاب شعار الحدود الحق ليسكتوا ويتوقفوا عن النباح لأن ما يسمونه بالحدود الاستعمارية هي في الحقيقة في صالح المخزن وليس في صالح الجزائر كما يدعون هذا ما سيتأكد منه من يتابع هذه الحلقة إلى النهاية الشرط أن يكون طالب حق لا صاحب هوى السلام عليكم أهلا بكم في قناة قضايا وأعلام في حلقة اليوم إخواني سأبدأ من حيث توقفت في الحلقة الماضية فمن خلال تتبعنا لحدود الممالك التي قامت في شمال الجزائر الحالية وجدنا أن الحد الفاصل بينها وبين الممالك التي قامت في شمال مملكة المغرب الأقصى حاليا غالبا هو نهر ملوية وهذا منذ العهد النميدي في القديم إلى عهد الدولة الزيانية لذلك فإن المناطق الواقعة شرق هذا النهر كوجد مثلا كانت ضمن مملكة تلمسان الزيانية وهذه الحدود هي التي ورثها الحكم العثماني بعد أن ضم مملكة تلمسان ووحد المغرب الأوسط الذي أصبح يحمي الإسم الجزائر فهل فعلا تراجعت حدود القطر الجزائري في هذا العهد أي العهد العثماني إلى وادي تافنى كما يدعي أصحاب الخرائط الملونة وهل هناك معاهدة رسمية تنص على ذلك وكيف أصبحت الحدود على ما هي عليه اليوم تلك هي الأسئلة التي سأجيب عنها في حلقة اليوم فتابعوا حتى النهاية كثيرا ما يدعي مرتزقة المخزن أن الحكم العثماني في الجزائر كان يشن الحملات على الدولة السعدية وأنه كان يسعى لضمها في حين التاريخ يسجل بأن الجزائر هي التي كانت تتعرض لحملات السعديين ومن بعدهم لحملات العلويين وقبل هؤلاء كانت الدولة الزيانية قد عانت كثيرا من حملات المارينيين ومثل هذه الحقائق معروفة ومسجلة حتى في مصادرهم وبأقلام مؤرخهم فبالنسبة للدولة السعدية يذكر المؤرخ المغربي أبو العباس أحمد الناصري في الجزء الخامس من كتابه الاستقصاء لأخبار دول مغرب الأقصى أن محمد الشيخ السعدي لما تغلب على الوطسيين ودخل فاس سنة 1549 سعى لتوسيع مملكته في أرض المغرب الأقصى ثم أقدم على غزو تلمسان يقول الناصري فرأى الشيخ من الرأي وإظهار القوة في الحرب أن يبدأهم أي يبدأ العثمانيين في الجزائر قبل أن يبدأوه فنهض من فاس قاصدا تلمسان في جموعه إلى أن نزل عليها وحاصرها تسعة أشهر وقتل في محاصرتها ولده الحران ثم استولى الشيخ على تلمسان ودخلها سنة 57900 أي سنة 1551 للميلاد ونفى الترك عنها ونشر حكمه في أعمالها إلى وادي شلف ثم كرت عليه الأتراك وأخرجوه من تلمسان فعاد إلى مقره من فاس ثم عاود غزو تلمسان حين بلغه قيام رعاياها على الترك وانحصار الترك بقصبتها فأقام مرابطا عليها أياما فامتنعت عليه وأقلع عنها ولم يعاود غزوها بعد ذلك لاحظوا إخواني الذي بدأ الغزو والهجوم هو سلطان فاس محمد الشيخ أو محمد المهدي أما الطرف الجزائري فقد اكتفى برد الاعتداء وإلحاق الهزيم بهم ومطاردة فلولهم الهاربة حتى وادي ملوية هذا ما ذكره دي جرامون في كتابه هذا حيث قال بعد معركة دامية هزم فيها المراكشيون وألحقت بهم خسائر كبيرة وقتل قائدهم فروا هاربين وتم ملاحقتهم حتى ملوية لماذا حتى ملوية؟ لأن وادي ملوية كما قلنا هو الحد الذي تنتهي عنده مملكة فاس وفي مقال بعنوان حدود الجزائر نشر في العدد 24 من المجلة الإفريقية في أكتوبر 1860 يذكر بير بروجر وهو باحث فرنسي نقلا عن الإسباني هايدو أنه في سنة 1553 صالح رايس باشا الجزائر كتب إلى ملك فاس أنه لا يطرم منه سوى الالتزام بعدم تجاوز جبال ملوية المقابلة لمليلية والتي تفصل مملكة تلمسان عن مملكة فاس ثم يقول بروجر لكن الشريف أي ملك فاس لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الطلب لذلك باشا الجزائر حاربه وهزمه مرتين واستولى على عاصمته ثم يواصل بروجر الذي بحث في مسألة الحدود والعلاقات بين الجزائر ومملكة فاس فيقول في مقال بعنوان الجزائر ومراكش منذ 1230 ذكرنا سرعات أخرى بين الدولتين الجارتين حدثت لنفس الأسباب فلأجل إجبار المراكشيين على احترام حد ملوية حمل الجزائريون السلاح وقد رأينا الكلام دائما لبروجر الهزائم الدموية والإهانات العميقة التي تحملها الأشراف أي ملوك فاس في كثير من الأحيان نتيجة مطالبهم ومحاولاتهم في هذا الصدد والمقصود هنا هو أن ملوك فاس كثيرا ما حاولوا تجاوز حد ملوية لكنهم في كل مرة يتصد لهم حكام الجزائر ويلحقون بهم الهزائم وأشد الإهانات وأكثر من ذلك وجدنا حكام الجزائر دائما يجنحون إلى السلم ومطالبة نظرائهم في المغرب الأقصى بترسيم الحدود واحترامها وهذا ليس مجرد الدعاء بل هو حقيقة أكدتها المصادر المغربية نفسها وإليكم بعض الوقائع التي تثبت ذلك في الجزء الخامس من كتابه الاستقصاء يقول الناصري لما كان من السلطان أبي عبد الله الشيخ ما كان من غزوة الإمسان مرتين وكان يحدث نفسه بمعاودة غزو تلك البلاد عينت دولة الترك يقصد دولة الجزائر الفقيه الصالح أبا عبد الله محمد بن علي الخروبي الترابلسي للوفادة على السلطان المذكور في شأن عقد المهادنة وتحديد البلد فقدم عليه الفقيه المذكور وهو بمراكش سنة 61 وتسعمائة في هذا الغرض أي عقد صلح ورسم الحدود فأكرم السلطان أبو عبد الله وفادته إلا أنه لم تظهر ثمرة لمقدمه أي لم تحصل نتيجة من ذلك أي أن السلطان السعدي رفض عقد الصلح وترصيم الحدود مع الجزائر لأنه كانت لديه أطماع ويريد التوسع شرقا وتجاوز حد ملوية ومعروف أن عبد الله الشيخ هذا كان يهادي الإسبان الذين يحتلون بعض مدونه الساحلية بل ويتحالف معهم ضد الجزائر كما فعل والده محمد الشيخ من قبل وهنا أشير إلى أن الحدود بين الجزائر ومملكة فاس في عهد الأسرة السعدية التي استمرت في الحكم حتى منتصف القرن السابع عشر ظلت عند وادي ملوية كما كانت رغم أطماع السعديين ومحاولاتهم التوسعية أما قول أبواق المغزن أن الدولة العثمانية كانت لها أطماع في المغرب وتريد السيطر عليه فيكفي لتفنيد هذا الإدعاء أن نذكر بأن حكام الجزائر خلال الأهد السعدي دخلوا بجيشهم فاس عدة مرات مثلا حين أعانوا أبي حسون الوطاسي على استعادة عرشه سنة 1554 وأيضا حين نصب عبد المالك السعدي على العرش في فاس سنة 1576 وأثناء ذلك كان في استطاعة حكام الجزائر السيطرة على المغرب الأقصى لكنهم لم يفعلوا إذ كان الجيش العثماني ينسحب بمجرد انتهاء المهمة نذهب الآن إلى الأسرة العلوية التي انتقل إليها الحكم بعد سقوط السعديين في الجزء السابع من كتابه الاستقصى تكلم الناصري عن حملات أول حكام الدولة العلوية السلطان محمد الشريف على أراضي الجزائر الواقعة شرق ملوية فذكر أنه أغار على قبائل بني زناسن وانتهب أموالهم يقول وكانوا يومئذ في ولاية التورك أي تابعة للجزائر يقول ثم انثنى إلى وجدة التي كانت أيضا تابعة للجزائر ثم يقول وصفت وجدة له فاستولى عليها وكان ذلك أعوام الستين وألف هذا بالهجر ويقابله في الميلادي سنة 1654 وهذا يعني أن بني زناسن ووجدة كانت حتى هذا التاريخ أراضي جزائرية وهذا أمر طبيعي لأنها تقع شرق نهر ملوية الذي هو الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب الأقصى وبعد أن ذكر العديد من القرى التي أغار عليها محمد الشريف وانتهبها يقول الناصري ثم سار ناحية ندرومة فشن الغارة على مظغرة وقديمة وطرارة وولحاسة ثم توجه إلى تلمسان فأغار على سرحها وسرح القرى المجاورة لها واكتسح بصائتها فبرز إليه أهلها ومعهم عسكر الترك الذي كان بالقصبة فأوقع بهم وقتل منهم عددا كثيرا ورجع عوده على بدئه إلى وجدة فشتى بها شتى بها أي أقام بها الشتاء وأمام هذه الاعتداءات من السلطان محمد الشريف العلوي كيف كان موقف حاكم الجزائر أنذاك يذكر الناصري دائما في الجزء السابع من كتابه أن باشا الجزائر جمع ديوانه وتداول الأمر وقرروا أن يوجه إلى السلطان وفدا من أعيان الجزائر وعلمائها وكبار مسؤوليها يحمل رسالة إلى السلطان الرسالة نشرها الناصري بكاملها وهي طويلة فيها عتاب للسلطان على ما يقوم به من إزهاق لأرواح الأبرياء ونهب لأرزاق الناس وتخريب لقراهم بغير حق وفيه دعوة للتوقف عن ذلك والتزام حدوده يقول الناصري فلما قرأ الشريف الرسالة أو الكتاب اغتاظ مما تضمنه من العتاب ولم يجبهم إلى ما أرادوا فعاد الوفد دون نتيجة ثم إن الديوان الجزائري أرسل وفدا آخر من العلماء كلفهم بمخاطبة السلطان بالطريقة التي يرونها نافعة فكان مما خاطبوه به قولهم نحن جئناك لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حدك فما كان جدك يحارب المسلمين ولا يأمر بنهب المستضعفين جدك هنا المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلويين ينسبون أنفسهم لأل البيت ومن المفروض الملك الذي ينسب نفسه لرسول الله لا يكون فاسدا ظالما معتديا يشن الحملات على جيرانه ثم قالوا له فإن كان غرضك في الجهاد فرابط على الكفار الذين هم معك وسط البلاد وقالوا له أيضا وأما إقاذ نار الفتن بين العباد فليس من شيم أهل البيت الأمجاد ولا يخف عليك أن ما تفعله حرام لا يجوز في مذهب من مذاهب المسلمين ولا قانون من قوانين الأعاجم فقد تعطلت تجارتنا وأجفلت عن أوطاننا رعيتنا فما جوابك عند الله في هذا الذي تفعله في بلادنا وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن العلماء الذين أرسلهم الباشا خاطبوا السلطان العلوي باسم الإسلام وذكروه بالآخرة وأنه سيسأل أمام الله عن أعماله وذكروه بنسبه لآل البيت فماذا كانت النتيجة؟ يقول الناصري فلما سمع المولى محمد كلامهم أثر فيه وعظهم واعترف بخطائه الذي عزاه إلى شياطين العرب الذين أوقعوه في المعصية ثم قال وإني أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء وإني أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت وادي تافنى إلى ناحيتكم إلا فيما يرضي الله ورسوله وكتب لهم بذلك عهدا إلى صاحب الجزائر ولم يعد يغز الشرق ولا توجه إليه بعد ذلك هنا إخواني وصلنا لبيت القصيد وادي تافنى وهنا أستعين بهذه الخريطة التي تظهر الحدود الحالية بين البلدين ها هو نهر ملوية الذي يشكل الحد التاريخي الفاصل بين البلدين منذ القديم كما رأينا وها هي وجدة وبني يزناسن التي كانت ضمن الأراضي الجزائرية إلى أن استولى عليها السلطان العلوي محمد الشريف في 1654 كما ذكر الناصري وها هو وادي تافنى الذي يدعي أبواق المخزن أنه من المفروض هو الحد الفاصل بين البلدين بحجة أن الحدود انتقلت إلى تافنى في العهد العثماني هنا لا بد من توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف أولا ما يشيعه بعض أبواق المخزن هذه الأيام من أن وادي تافنى كان يسمى وادي ملوية هو مجرد الدعاء لا أساس له والاستدلال بهذه الخريطة التي يقولون أنها للعالم التركي بيري رايس لا يكفي فوضع كلمة نهر ملوية بجانب وادي تافنى على الخريطة يجعلنا أمام احتمالين إما أن بيري رايس أخطأ وهذا وارد رغم أنه مشهود له بالكفاءة في رسمه لخريطة العالم التي تعود إلى القرن السادس عشر لأنه مهما يكون فهو بشر يصيب ويخطئ وكما يقال لكل فارس كبوى ولكل عالم هفوى والاحتمال الثاني وهو أن الخريطة طاف عليها طائف من الفوتوشوب وهذا الذي أرجحه بالنظر إلى أن أصحاب الخرائط الملونة لا يتورعون عن فعل هذا ولا يصعب عليهم فعل هذا ويبقى إقناع الناس بأن وادي تافنى كان يسمى نهر ملوية يحتاج إلى أدلة علمية تستند إلى كتب المؤرخين والجغرافيين القدامى أما أن يأتي هكذا وكأنه اختراع جديد أو وحي نزل من السماء فهذا لا يقبله عاقل ثانيا أصحاب الخرائط الملونة يحتجون بالحادثة التي ذكرناها أي تعاهد السلطان بألا يتجاوز ودي تافنى هذا العهد يسميه البعض معاهدة تافنى وما هو بمعاهدة فهذا مجرد تعاهد من طرف واحد من السلطان العلوي محمد الشريف وحاكم الجزائر أن ذاك تغاض عن الأمر ربما لضعفه أو تجنبا للحرب أو لأنه كان منهمكا في صراعه مع القوى الغربية الصليبية ثالثا وهذا هو المهم هل التزم ملوك الأسرة العلوية بهذا التعاهد طبعا لا فقد عادت الغراض في عهد أخويه الرشيد وإسماعيل خاصة في عهد سلطان إسماعيل الذي عرف بعدائه الشديد للجزائر وحملاته الكثير على الجزائر وقد تحالف مع فرنسا ضد الجزائر كما تحالف مع بيتولوس مرتين لشن هجوم مزدوج ومتزامن على الجزائر هذا السلطان مكث في الحكم 57 سنة وأثناء ذلك شن على الجزائر سبع حملات أو أكثر بلغ في بعض حملاته إلى وادي شلف لكن حملاته كانت دائما تنتهي بالهزيمة بل بتأديب السلطان وإذلاله كما قال بير بروجر وأبرز المواقف المذلة التي تعرض لها سلطان إسماعيل ما وقع له مع الداي شعبان هذه الواقعة رواها العديد من الكتاب الفرنسيين وسكتت عنها المصادر المغربية ففي الجزء الأول من هذا الكتاب وثائق لدراسة شمال غرب إفريقيا نقرأ في ماي 1692 عاد السلطان إسماعيل إلى مشاريعه التوسعية فسار من جديد أي لغزو الجزائر الداي شعبان الذي كان على علم بنواياه جاء لينتظره عند نهر ملوية وهناك ألحق به هزيمة دموية الجيش المراكشي الذي أصيب بالرعب جراء هذه الهزيمة أجبر السلطان إسماعيل على طلب الصلح قبل طلب السلطان ووقع في وجدة معاهدة اعترف فيها بكل حقوق الأطراك حتى ملوية وعن نفس المعركة يذكر دي جرامو في كتابه هذا أن قوات الداي شعبان ألحقت بجيش إسماعيل هزيمة كبيرة وقتلت منهم نحو خمسة ألاف وتاردوا الهاربين وسيوفهم في أغمادها حتى أسوار فاس ثم وصف استسلام السلطان فقال حين حضر السلطان إسماعيل أمام المنتصر أي أمام الداي شعبان كانت يديه مقيدتين وقبل الأرض ثلاث مرات ثم قال للداي أنت الخنجر وأنا اللحم الذي في إمكانك قطعه الداي عفى عن السلطان ولم ينتقم منه لكن اشترط عليه شروطا منها الاعتراف بحدود ملوية بين الجزائر ومملكته كما ورد في الكتاب السابق ها هي إذن الحدود تعود إلى النهر ملوية بعد ثمانية وثلاثين سنة وهذا إذا اعتبرنا أن الحدود انتقلت إلى تافنة في حادثة العهد التي ذكرها الناصري وهنا درس ينبغي أن يستفيد منه المخزن مولاهم إسماعيل الذي يعدونه أعظم سلاطينهم ظل يحارب الجزائر طيلة سبع وخمسين سنة التي قضاها في الحكم تحالف مع فرنسا ومع الجارة تونس ومع ذلك لم ينل من الجزائر وفي الأخير وقف أمام داي الجزائر ذليلا مقيدا اليدين مقبلا الأرض تعبيرا عن خضوعه وقبوله لكل شروط الداي وهنا أقول لو أن السلطان إسماعيل اختار منذ البداية الصلح مع الجزائر ووفر جهوده لمحاربة الإسبان لعاصم دماء كثيرة سالت من الجانبين في تلك الحروب ولتمكن ربما من تحرير كل مدنه الساحلية المحتلة بما فيها سبتة أمليلية التي ما تزال محتلة إلى اليوم ولا ربما ثبت حدود مملكته عند وادي تافنة أيضا لكن أطماعه التوسعية وغاراته المتكررة عن الجزائر والمصحوبة بأعمال التقتيل والتخريب والنهب كل هذه الأمور جعلت حكام الجزائر يتصدون له ويدحارونه في كل مرة ويجبروه على الاعتراف بحد ملوية المهم كما رأينا عادت حدود الجزائر والمملكة العلوية إلى نهر ملوية الذي يشكل الحد الطبيعي والتاريخي بين البلدين واستمرت كذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر وثم تشواهد كثيرة تؤكد هذا الأمر منها هذه ما أورده دوشينيه وهو قنص الفرنسا في مراكش لمدة خمستاشر سنة بين عام 1767 و 1782 في كتابه المور وتاريخ إمبراطورية مراكش حيث قال وهو يتحدث عن الوضع أنذاك يفصل إمبراطورية مراكش عن مملكة الجزائر في الجانب الشمالي نهر ملوية الذي يصب في البحر المتوسط والكتاب طبيع سنة 1787 عندنا أيضا هذا الكتاب الذي ذكرناه سابقا يقول في صفحة 16 حتى عام 1795 يبدو أن حكام المغرب بسبب انشغالهم بالصراعات الداخلية كانوا قد تخلوا عن فكرة التوسع شرقا التي كانت لدى أسلافهم لكن في نفس هذا العام أي في 1795 السلطان سليمان أرسل حملة عبر ملوية واستولت على وجدة التي كانت وما يتبعها من قبائل في هذا الوقت جزءا من الأراضي التركية وحسب هذا الكتاب فإن السلطان لم يجد أي مقاومة من بيوهران الذي أعطى لخالفته على وجدة أمرا بإخلاء المدينة ورفع سلطته عن القبائل التي تتبعها ونفس الشيء ذكره محمد بن مصطفى المشرفي وهو مؤرخ مغربي في الجزء الثاني من كتابه الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية فقال أن السلطان بعث بالعساكر من فاس إلى وجدة ليدوخوها ويقاتل من بها من الترك وكتب إلى الباي محمد باشا في أن يتخلى عنها وعن قبائلها فامتثل الباي لماذا استجاب الباي وأمر خالفته بإخلاء وجدة هذا موضوع آخر ليهمنا الآن المهم أن مدينة وجدة وما يتبعها من قبائل كانت حتى سنة 1795 تابعة للجزائر قبل أن يضمها السلطان سليمان هذا الكتاب أيضا يذكر أن سليمان تمكن من افتكاك وجدة من أيدي الأتراك وقال أن ذلك وقع سنة 1796 والكتاب مطبوع في تونس وفي هذا المقال الذي أوردناه سابقا وبعد أن أكد أن الحدود الفاصلة بين الجزائر ومراكش كانت دائما عند نهر ملوية يوضح بروجر كيف انتقلت الحدود إلى الشرق من وادي ملوية فيقول في حقبة حديثة جدا اغتنم المراكشيون ضعف الحكم التركي في الجزائر فقاموا بضم أجزاء من الأراضي الواقعة شرق ملوية واستفادوا أيضا من الفوضى التي حدثت في بداية الغزو الفرنسي فإضافة إلى وجدة التي استولوا عليها كما رأينا في 1795 هناك مناطق تقدموا فيها مع بداية الغزو الفرنسي للجزائر يضيف بروجر فيقول إن نجاح أسلحتنا وديبلوماسيتنا في طردهم من تلمسان جعلهم يطالبون بالتافنة كحدود لهم محاولتهم هذه فشلت أيضا مع ذلك يقول بروجر احتفظوا ببعض الأراضي التي غزوها وبالتأكيد لم يعودوا إلى ملوية يضيف بروجر ويقول للأسف جاءت المعاهدة لتكرس بطريقة أو بأخرى جزء من تعدياتهم المتتالية ويقصد بالمعاهدة هنا معاهدة طانجة في 1844 وأيضا معاهدة ليلة مغنية لسنة 1845 التي عقدتها فرنسا مع السلطان مراكش والتي نصت على ترصيم الحدود الشمالية وفي مكان آخر يقول بروجر لقد تخلينا يقصد الفرنسيون عن هذا الحد أي ملوية في اتفاقية 1844 فبروجر يرى أن بلاده في هذه المعاهدة قد أعطت لمراكش أراضي من المفروض هي ملك لمستعمرتهم الجزائر ويقصد طبعا تلك الواقع شرق نهر ملوية لذلك نجده ينبه الفرنسيين فيقول إذا أتيحت لنا فرصة مشروعة لمراجعة هذا الترصيم المؤسف للحدود فمن دون شك لا ننسى أن ملوية هي حدودنا الحقيقية من جهة الغرب أما أنا فلن أقول لإخوان الجزائريين ما قاله بروجر من قبل لمواطنه بل أقول أن سياسة الجزائر هي الحفاظ على الحدود كما هي عند استعادة استقلالها في 62 وكما هي مرسومة في معاهدة 72 فالجزائر وفية لعهودها وفي الوقت ذاته لا تفرط في شبر واحد من أرضها لقد طالت الحلقة إخواني وبحوزة شواهد أخرى في الموضوع لكن أظن أن ما أوردناه فيه كفاية لدحض ما يدعيه أصحاب الخرائط الملونة وما يعتقده حتى بعض المغاربة ذو النواية الحسنة من أن الحدود التاريخية لمملكتهم مع الجزائر هي عند وادي تافنا وأن الأراضي الواقعة بين هذا الوادي والحدود الحالية هي أراضي مغربية انتزعتها فرنسا منهم وأعطتها للجزائر في حين ما أوردناه من شواهد يؤكد أن الذي وقعه هو العكس تماما أي أن فرنسا في معاهداتها مع المملكة فرطت في أراضي الجزائرية حين ضمت الأراضي الواقعة شرق نهر ملوية للمغرب ربما هدية منها أو رشوة مقابل التزام سلطان مراكش أنذاك بمحاربة الأمير عبد القادر كما ورد في معاهدة طنجة لسنة 1844 وكما حدث بالفعل على أرض الواقع والتاريخ خير شاهد على ذلك لذلك أقول لأصحاب الخرائط الملونة إن كنتم فعلا تريدون الحقيقة فالأدلة التي أوردناها كافية لكي تدركوها وتكفوا عن النباح أما إن كنتم أصحاب هواء ودعاة فتنة فإنني على يقين بأنكم لن تقتنعوا وإن جئنا بألف ذليل أعلم أنك الآن ستقفز إلى الجنوب وتقول لكن فرنسا أخذت مننا الصحراء الشرقية وأعطتها للجزائر هنا أبشرك بأن هذا سيكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله فلا تتأخر عن الموعد ولا تنسى إن كنت من أصحاب الخرائط الملونة أن تحذر معك الأقلام الملونة فربما تحتاج إليها أو تكسيرها وتتخلص منها إلى الأبد بعد نهاية الدرس بعد أن تتخلص من أكذوبة الصحراء الشرقية التي كاد البعض منكم أن يجعل منها صورة من القرآن أو حديثا شريفا في الختام أعتذر عن هذه الإطالة التي فرضها الموضوع شكرا لكم إخواني على المتابعات لا تنسوا الاشتراك في القناة وأيضا الضغط على سر الإعجاب ودعم القناة بالنشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة